ما زالت الأمور برضو في الجهاز الفني مش غير متوقع إيه اللي مش عاجبك؟ على برضو على موضوع كابتن دياس سايد مال إيه دور بتاعه الأساسي؟ كابتن دياس سايد النهاردة مدر بالعام ماشي ما هو بعيد تماما برضو عن الرؤية النهاردة برضو ظهر برضو محمد شوقي فين دور كابتن دياس سايد؟ بص أنا عارف إن الموضوع ده بيزعل ودايما بيقولك أنت بتتكلم عليه لا أنا بتكلم على حاجات إحنا تعلمناها على مدار التاريخ وإحنا متواجدين في منتخب مصر فيه مدير فني وفيه مساعد ليه النهاردة برضو مازال الوجه حتى على كابتن دياس سايد إن هو متدايق مع إنه اللي يعرف شخصية الكابتن ديا على طول مبتسم دي حقيقة على طول يشيل من عليك الضغط دي الأمانة بقى خليني أقول لك أنا عشرة عمر معايا مبتسم على طول إزاي حتى مباركة ويتلاقيه بيدحك ويخرج المباركة تعامله مع اللعيبة حتى تحس إنه تعامله مع اللعيبة إن فيه حرص ده بجد والله شادي حتى الوجه بتاع كابتن دياس سايد فيه حاجة مش مظبوطة مش واخد صلاحيات مع المدير الفاني مسألك لو عندك معلومة والله بص بالشكل اللي أنا بشوفه في الفترة الأخيرة كابتن دياس سايد مالوش أي دور خالص يعني فيه تجاهل بشكل جديد أنا أقدم استقلتي أنا مش مجرد إن أنا موجود أنا بص المنصب اللي فيه كابتن دياس سايد منصب برضو يعني كبير يعني ما ينفعش إن انت تبقى مساعد مدرب وما احترامي إن انت تجاهل الدور بتاعك حتى مع اللعيبة بقولك حتى وهو واقف والله أنا شفت الاحتفال بتاعه عارف خايف يحتفل والله لو جيل معاشي كان مش متذكر كان أنا هدف كابتن دياس سايد عارف اللي هو خايف يرفع عارف اللي هو إيه خايف يرفع إيده ده أنت عارف أنت متخيل إن كابتن دياس سايد متحجم إزاي إعسام الحضري مش موجود في الكادر وعايز أقولك معلومة تانية دي على مسئولة الشخصية طبعا أنت عارف مستر كيروش كان هو حارس مرمة بتعرف إن هو بيبعت الحمل التدريبي والتدريبات لإعسام الحضري على فلاشة مش بهزر والله والتدريبات اللي بيعملها عسام الحضري بيعملها عن طريق مستر كيروش ده بجد على فك هو المتحكم في كل حاجة ومتحكم في أي يعني في كل خطوة بتحصل وده حقه بس لازم يبقى الأدوار برضو بقى الناس دي شغالة معاكي بقى لازم ليهم الدور بتاعهم منت لما تبقى متجاهل دياس كابتن دياس سايد وعسام الحضري إنه حتى بتديله التدريبات بتاعته ده مش صح على فكرة وفيه شرط جزاء من ضمن العقد بتاعه إنه هو كاتب إنه ليه حرية الاختيار وليه حرية إنه ممكن يمشي أي حد من الجهاز هل دي مأثرة على الجهاز الفني مع المنتخب وكله خايف وده اللي أنا شايفه إنه كلهم خايفين الوحيد اللي قريب ليه محمد شاوي اللي هو المحلل الأداء بتدور إنت على حاجات كده أنا ما بقى عافية ده بجد تمام أنا نفسي حد يطلع يقول لي إيه دور كابتن دياس سايد وعسام الحضر عسام الحضر ما بيظهرش ولا كابتن دياس سايد بيظهر في الكاد وتحس إنه ما متقدرين يباين على ورششهم إحنا لينا خبرات برضو في التعامل مع المداربين وتعاملنا حتى في الملعب بجد موضوع مستفزني جدا بشكل كبير جدا واعتقد إن أي حد ما فيش أي حد يقبل بالدور دوت إن انت تبقى متجاهل دورك حتى لو مساعد مدرب يعني